اشتركوا في القناة طبيعي السؤال التقليدي في رمضان ذكرياتك ايه مع رمضان خاصة مع مباراة النادي الاهلي الفروقات اللي حصلت خلال يمكن اختلاف الاجيال واختلاف الزمن ازاي كنت بتستعد في مباراة بتاعة رمضان الاجواء بتاعة رمضان سواء على مستوى كورت القدم او حتى على مستوى العائل يعني هو طبعا اختلفت شوية يعني العداد بتاعتنا اختلفت شوية زمان ايامنا بقى الاجيال القديمة كان رمضان فيه لما اكتر وكان فيه زيارات اكتر وكان فيه يعني لازم وسبوع الاولاني ده مقدس بقى في الثيارة الاهل والعامات والخلات والكلام ده اعتقد ان دي اندسرت شوية ليه تبشيرك ايه يا كبتر يعني العصر كله بقى سريع يعني بقى سريع والموبايلات والحاجات دي يعني غيرت الشكل خالص يعني انت دلوقتي كان الاول عشان تشوف واحد لازم تروح له وتقابله وبتاعت دلوقتي لا ده ممكن على التليفون وانت قاعد كده على السرير بتشوف ده وبتشوف ده وبتسلم على ده في التليفون وكلام ده فالقصة اتغيرت الارتباط الأسري برضو قل شوي يعني على مستوى حتى غير رمضان كان لازم الغادة واجبة الغادة دي بالتحديد كان لازم كل الأسرة تبقى موجودة دلوقتي تلاقي كل واحد بكل واحده وحتى لو موجودين تلاقي كل واحد مسك صنية كده الواحده وبياكل وتفرج على حاجة قابل زي كابتن جوهري قابل الغادة للم التليفونات قابل الغادة روح لامل التليفونات بتاعت العيلة كلها عشان نعود نتكلم مع بعض بسنت كابتن من العشاء كابتن جوهري اه طبعا من ما يحبش كابتن جوهري يعني نموذج للشخصيات والمدير الفنين الكبر جدا جدا يعني انا اعتقد ان انا يعني ما اتمرنتش مع اي مدرب تاني سواء في مصر او برا مصر او اي هو ازاي بيخليك تلعب كرة تركز في الكرة انت حياتك عايز تلعب كرة لازت حياتك كلها كرة صحيح جوه الملعب وبرى الملعب وكان بيهتم ببرى الملعب قوي ولازم تتفرج ولازم كذا ولازم تشوف انت حتى التمرين احنا بكرة هنعمل كذا حتى شخصيات الكابتن جوهري لما يعني حتى بتقابله برا حتى تتكلم مع كرة يعني بس خلينا هو ما عندهش حاجة هني هو ما عندهش حاجة في حياته اه حياته اذا كان معك مع اسكرات او مطشاط برا بس في الوقت يا كابتن يتكلم مع اولاده كرة ومع امراده كرة ده هو لو ما عملش حاجة يجيب حدي عشان يتكلم معه بس هو جيه في وقت حساس جدا كابتن جوهري فترة انتقالية ما بين الهواء والاحتراف يعني الفترة دي كان كرة تتنقل بقى من الهواء او نظام اللعبة كهواء للاحتراف هو كان سابق هايسم هو كان سابق يعني حتة انه حسسك باللعيب يعني ايه محترف ده كان سابق في الظل الهواء اللي احنا كنا فيها بس لازم اليوم الكامل كان بيعملوا حتى بره الملعب بره التدريب انت ازاي تفكر وتركز وتقعد في البيت هتم بأكلك وتهتم كذا وتتفرج وتشوف وداخل في الكرة في كل حاجة هو انت داخل في الكرة وعنده حسة غير عادية هو بيوصلك ممكن هاني عارف الكلام ده بيوصلك بوشك كده عارف عارف ايه بقى كابتن لو انت عارف انت مركز ولا مش مركز ولا عقلك فين مجهد تعبان كان له حركة شهيرة جدا لما قابل حد يشوف وزنه ازاي دي يعمل له كده والله من هنا من هنا يقولك مش لعيب كرة عنده خدود كده لازم تبقى عامل كده اه صح عشان تبقى فت انما خدود دي بقى انت مش مركز يا زايد يا عامل فهو حياته كلها اتكلمت على الشكل الأسري شوية والتغييرات يمكن اللي حصلت فيه على مستوى الكرة بقى على مستوى المباريات كمان مباريات اعتقد برضو فيها اختلاف شوية عن الجيل دوت اجواء رمضان طبعا لكن يعني نحب نسمع برضو بذكرياتك مع رمضان مع النادي الاهلي يعني انا طبعا حضرت يعني مع النادي الاهلي مع الفريق طبعا اكتر من مباراة سواء محلية او افريقية في رمضان وأتذكر منها مثلا مباراة كانت في بطولة افريقيا كانت 84 تقريبا او 85 مع هيلاندرز بطل سوازيلاند هناك وكان رمضان وكانت كابتن جهر اللي ماسك كان كابتن مباراة فطبعا اليوم هلاك 15-16 ساعة اه طبعا واحد معنا وجو طبعا وكده وقال لنا دي مباراة اه كابتن جهر ما عندوش مباراة سهلة ومباراة سهلة اه يعني مش مثلا لو المباراة مثلا مع فرقة متواضعة شوية يقولك ايه طب يعني لا 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 هو كذا هو بيخيارك انت هتنزل تبقى كويس عايز تصوم تصوم عايز تفطر افطر بس انا يهمني الاداء في الملعب طبعا فيه لعيبة كانت لو الدنيا التربائد مش هيفتر فكنا هناك ومعظم تعرف كمان ايه ما تحس ان فيه غيرك صايم في الفريق وانت مثلا يعني اي حد عايز يفتر بيبقى مكسوم فيه هستخد رخصان انت مسافر مثلا وانت الحاجة بتعلق ما فيهش والحقيقة لعبنا المباراة دي واحنا صايمين كل الفرقة كل الفرقة كانت صايمة وقدنا مباراة كويسة اول يعني من المباراة الولاي الاول نادي الاهليا كسب 5-0 برا ايا كان بقى المستوى الفريق اللي قدامك نكتلع برا مزبوط في افريقيا زمان وتكسب 5 ده سكر كبير قوي صحيح وبعد كده برضو مباراة كنا بنلعب مباراة برضو في كينيا مع الشيخطة اسماعيل برضو في بطولة افريقيا وكنا برضو صايمين والشيخطة بقى لأ يعني ده حريص بقى كله صوم وكله بيصلي ترويح ويصلي كذا وكذا والشيخطة لما بيصلي الترويح بقى بيقعد يعني يعني مثلا 10-12 ركعة والدنيا بس عايزة اقولك ده بينعكس ايجابيا على العيب خلينا انا عشت فترات طويلة اه انا عشت فترات طويلة مع المنتخب او حتى مع النادي الاهلي انا شايف ان العملية دي بتدي بتدي نوع من انواع التحدي اكتر سوبر باور تيربو اه يعني السكن سبيرت بتطلع فالحقيقة ده كان مميز جدا وانت حاسس كمان ان انت يعني صايم وبتتحدى الكلام ده يعني بيخلى عندك كده سوبر باور وحاسة ربنا هيكرمك وانت صايم ربنا بيكرم فيها ربنا بيكرم اقول لك الحاجة بتنفيه لعيب باسكت اسمه كايري ايرفنج بلعب في دلاز دلوقتي اللعيب ده سوبر سوبر ستار في الان بي اي في الباسكتبول اللعيب ده مسلم هو بيصوم فامريكا هناك يعني مفيش نجوم كبار في سباسكت كانوا يعني مسلمين من ايام زماني اهو كان هو دايما كايري ايرفنج اكتر واحد فبيصوم فالمزعين بشوفهم الحوارات مستغربين ازاي بيزن يحط اربعين بهم ازاي طبع فبيقول لهم انا انا ما بحشش ان انا صايم فده اكت كلام حدثت وكلام كتنحشيش ان النهارده اللعيب لما يبقى صايم بيديله سوى الفاور طبعا اعراضة وتحمل بيكسر الحدود اللي هي بتوقفهم صحيح عايزة نفتح حوار نبدأ عايزة بالملف النادي الاهلي عندنا ملفين عندنا نتكلم عن النادي الاهلي ومنتخب مصر هده نبدأ بالمنتخب نعم نبدأ بالمنتخب يا الله بيتماش عشان يعني لسه نوصل صح تسلسل الحدث عشان لسه الحدث يعني مبارح وكده بالضبط انا كنت يمكن قبل الهواء بقولك انت شفت المباراة زي طبعتها زي هو انا قبل طبعا ما اتكلم عن المباراة لازم طبعا يعني اكيد لازم نشكر الدولة المصرية على الاستاد الفخر لكل المصريين يعني ده سلسلة من الانجازات شفنا استاد على مستوى عالي من اهم دلوقتي استادات على مستوى العالم امتعد تتفرج مبارح هاني تحس ان انت في انجلترا في البلاد اللي طبعا المتقدمة يعني استاد على رائع رائع احتفالية كبيرة وبنشكر طبعا الشركة المتحدة للرياضة على طبعا المباراة نقلت في وقت قليل قوي التنظيم واللي احنا شفناها والتصوير والكلام ده واللي افتتاح حاجة تحسسك ان الاستاد ده لا ده بيديك دفع ان انت لا الفترة الجاية ان شاء الله هتقدر بقى تستضيف احنا شوية استادات من دول الواحد احنا درجة فارق انا كنت هناك في الاستاد واحد وقراء يقول لي عايز تلعب طبعا احنا ده انا نفس الوقت نفس الاول تلعب لوحدك غير اي حاجة بالشكل والملعب هاني كمان يعني وانت نازل الملعب انا متحيالي يعني ده كمان من الحاجات المهمة جدا الاتموسفير بتاع الملعب مليون في المية مليون في المية ده برضو بيحفز بيحفز انك تلعب وبتلعب على ملعب سجادة وحاجة زي انا بقول لك الاستاد ده بيشجعك بقى وشجع الدولة المصرية انها تستضيف ايفنتات جاية كبيرة جدا جدا كاس عالم اللي احنا حلمنا احنا كمصرين ولعبة كرة بالاخص ان احنا يعني انا نفسي اشوف كاس عالم في مصر يعني قبل ما الواحد يعني انت فاهم ازاي وده نوع من انوع الاستثمار بنية تحتية استثمار كبير جدا جدا لان الناس مش عارفة ان استضافة هاني كاس عالم في مصر شوف المدخيل اللي هتيجي المصر لا وانا بكلمك حتى قبل كاس العالم خلي بالك الصرح ده مش هيبقى بس خاص يعني بالكرة القدم بس فيه بنتات كرة قدم وفيه بطولات دولية هتنظم ان شاء الله صحيح بس اجتل الشعار الولمبياد يعني مدينة أولمبياد مصر أولمبياد انا عايز اقول لك حاجة هايزم فضل لك يعني يعني الناس اللي عصرة صفر المونديال عشين عشرة انا عصرت اترفضنا ماخدناش نقاط خالص عشان البنية التحتية والاستداد والطرق والحاجات دي والكلام ده كله هو ده يعني انتشافين دلوطي طرق على أعلى مستوى وكباري سهلت الحركة يعني كل واحد يفكر كده من كم سنة من عشر سنين كنا منزل روح من هنا الهنا في الدين طبعا كمان يعني فيه شغل الحياة بيحصل كويس او في الجزي ازاي كمان نقل بملعب بملعب الكلام ده كله تحط في الحساب وخدنا صفر المنديات عايزا قول للمصريين بقى فلوسكو هي يعني دي فلوس المصريين عملت ايه صحيح بين ايد امينة وصلت لانها تعمل حاجة انت قاعد وانت فرحان شوف الدورة دي كمان شجعت كمان الفيفا انها تعتمد البطولة اللي احنا بالعباء دي تقول لك حكابت المصر هتستطيع بطولة القابل الأفريقية الأفرقاء الأشقاء منتظرين ييجو مصر ايه صحيح عايزين ييجو يشوفوا اللي وصلت لمصر في مجال الرياضة والبنيا التحتية والملاعب لانه بيتفرجوا الحاجات دي زي ما احنا بيتفرج نهاردة في غانا الناس راجع من غانا بيقولوا احنا منتظرين نيجي مصر صحيح مش اي دولة تقدر تستضيف كاس عالم او بعد كده أولمبياد كمان الأولمبياد دي حاجة كمان كبيرة جدا جدا القرية الأولمبياد اللي احنا شايفينها دي والامكانات الكبيرة دي تخليك بقلب جامد بتقدم الملف بتاعك عشان تستضيف حاجة زي كده اقول لك حاجة كمان كابتل من الكواليس احنا بنقرب احنا بنقرب واللجنة الأولمبياد الدولية كلها واللي منتظر ييجي وراء توماس بخ الياباني المنتظر ييجي وراء توماس بخ الراجل ده مقتنع جدا بمصر وفيه ترجت هناك جمالة أممية انه تبقى مصر اول دولة أفريقية اول مرة أفريقية تستضيف الأولوبياد عايزين نقول ان هي دي بقى العاصمة الجديدة وهي دي مصر الجديدة فعلا اللي يمكن احنا يعني اللي هحس بيها اكتر بقى الاجيال اللي بعدينا واولادنا يعني يعني تفاهم ازاي بعد فترة هتحس ان مصر اتنقل اتنقلة كبيرة جدا جدا في مصاف البلاد الكبيرة جدا من حيث الطرق والانشاءات والصروح الكبيرة اللي بتتعامل دي فدي حاجة بنحيي يعني الدولة المصرية كان لازم نقول الكلام ده قبل ما نبدأ يعني كلامنا عنه طبعا عايزين بقى ننقل وننقل ان شاء الله بيبقى في نقلة كمان لمنتخب مصر مع قيادة فنية جديدة للكابتن حسام حسن وكل يعني متفائل وكل الحقيقة بيساند وده شيء ايجابي بطولة كانت حتى العامل في الامارات جات مصر وكابتن حسام كان بيأكد كل مرة ان هو صمم ان يلعب هذه البطولة شفت بدايتها ازاي مع فريق او مع منتخب نيجولان شفت جرأة من حسام انه لسه ماسك بقى له فترة الليلة قوي وانه هو يبقى مصر على دورة كبيرة زي دي بتضم برضو فرق على مستوى عالي كان ممكن يلق كان ممكن يلق انت عارف اللقطة فهو كان من حقه يخاف انما عزالك اصر انه شجاعة طول عمره هو قلبه جامل قلبه جامل وهو عارف انه جاي وراه ظهير جمهيري كبير بيدعمه فكان يهمه يعني اكتر من الاداء لان الاداء وضع طبيعي اللي احنا شفناه مبارح لسه فرقة بتتكون عناصر جديدة دخلت الفرقة ما بين خبرات وما بين ناس صغيرة لانه حطت في دماغه ان هو لازم ينزل بالاعمار العيبة شوية عشان برضو كاس العالم جاي قبل كمان فترة صعبة جدا فترة صعوبة بتاعتها ان انت ان شاء الله باذن الله مش انك تكسب التصفيات عشان تخش كاس عالم لا انت عايز تعمل حاجة في كاس عالم بتروحش تشارك وتمشي يعني احنا ابل المصرين دلوقتي يعني معظم المصرين طبعا متطمنين ان شاء الله باذن الله نتيجة للظروف بتاعت البطولة السنة دي او التصفيات ان انت داخل كاس عالم مش هنروح احنا بعد كل السنين دي ونمشي زي المرات اللي فاتت بدون اي بصمة بدون اي ذكر فانت شايف اجابت البطولة دي شجاعة من كابتن حسام او من جاز الفني لاني يقولك لا انا جاهز اخش مليون في المية وافتتاح استاد كبير برضو المباراة الاولانية بتعلم مع الناس والطبقة في الزاكرة فانك تكسب في اول مباراة دي حاجة كويسة جدا جدا دفعة كبيرة طبعا للمنتخب ودفعة كبيرة لحسام حسن صحيح الاداء مش احسن حاجة انما بقولك ذا وضع طبيعي وده يمكن كان مأثر على حسان بعين الخبير بعين المتابع الجيد ايه المختلف في منتخب مصر اكيد فيه اختلاف يعني الجهاز الفني بيبقى ليه بصمة ببقى من اول يوم غير ان احدا قلت انه عايز ينزل بالعمار او الصورة في الفنيات هي قبل الفنيات هي بصمة كلنا كنا مستنينها ومتوقعينها وهي الروح الجديدة بتاع المنتخب والحماس الفرقة واللعيبة حيبينوه للجمهور كله شايف اختلافها كبيرة طبعا شايف اختلاف عايز اشوف يعني انا ممكن اخش معكو في المناقش دي اللي انا شفت هو عملية التواصل المستمر حسام حسن مع لعبته جوه الملعب لو قلنا روي فيتوريا وحسام حسن مش هنتكلم فني لان الحقيقة ما نقدرش نقيم فنيا دلوقتي خالص حتى حسام اشتغل معهم اه خمس ست ايام لكن مش دي المدة اللي تقدر تقول انه هيكون فيها تغيير على المستوى الخططي او الفني او او فالموضوع لسه محتاج وقت لكن عايز اتكلم على الحاجات التانية انه التواصل المباشر مع حسام حسن دايما واقف على الخط الروحه على الخط انا اللعيبه عارف يعني انا اللعيب عارف انا في وقت من الاوقات ببص وانا بلعب في المباراة بترفعيني كده ببص للمدرب بتاعي فالحتة الحسام دايما بيحسس اللعيب انه هو موجود معهم في الملعب هو ده هاني ده شيء ايجابي مش هقول انه ده ممكن يكون سبب نجاح لا لا طبعا لكن هو شيء من العام المساعدة عام المساعدة من الغتلافات اللي حضرتك الشيء عايز اقول لك بتحسها ويمكن هاني عارف انت قدت لعيبة هيسم يعني كلامه للعيبة وتحفيزه اللعيبة على الخط سلامه للعيبة وهي خارجة اللعيبة البودلاء وهي نازلة كلامه مع الناس اللي على الدكة لا في حاجات ما قدرش يعملها غير المدير الفن المصري لان الاجانب بعيد عن الحتة دي شغل صح الاجانب يعني شغل شغل حتة العاطفة لا احنا عندنا الحتة دي بتفرق معنا قوي بتعلي الجواك حتى لو انت 60-70% بتقدر تجيب التسعين بالحتة دي واحنا بزاك كمصريين واحنا بزاك كمصريين عندنا الحتة العاطفة والروح والكلام ده يعني حسام احنا كنا متأكدين لأنه طول عمره وهو العيب وهو مدرب في الحتة دي ولعب بالروح لسن كبير وكمان على مستوى الاندية ما كان بيدرب اندية فبالك بقى ما يدرب منتخب مصر فالروح بتزيد أكتر والحماس بيزيد أكتر وهو إصرار وهو بيدير اللقاء مع اللعيبة يعني وبعدين عمل برضو كذا حاجة كويسة أنا شايفها أنه هو عشان الوقت قليل فلعب اللعيبة اللي هي بتلعب مع بعضها أكتر ما لعبش في التشكيل ما لعبش في التشكيل خالص وما لخبطش في المراكس طب خلينا نروح للتشكيل أكتر يا كابتن بس سنة حدك لازم نطلع فاصل أعزائي مشاهدين نطلع لفاصل عشان نرجع نكمل كلامنا بقى الكابتن الكبير كابتن محمد حشيش بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية كابتن محمد كنا بنتكلم على بعض النقاط على منتخب مصر وحضرتك قلت أن ميزة حسام أنه مقدرش يعني يغير شكل المنتخب من عناصر أو من مراكز صحيح ده كان شيء إيجابي إيه الحاجة التانية اللي أنت شفتها إيجابية غير طبعا النتيجة النتيجة كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لك إيه اللي أنت لحظته في المباراة ويعتبر شيء أنت شايفه إيجابي بالنسبة للفترة اللي جاية يعني طبعا شايف أكتر من اللعيب في حالتهم الكويسة الحقيقة يعني ماما عشور طبعا مناشف يا رب إن شاء الله ويرجع الملعب لنادى خسارة طبعا المتخب مصر أسوأ حاجة هي الحاجة الوحيدة اللي عكنلت علينا بعد الصحة الفرحة الكبيرة دي بالاستاد وبالمكسب والكلام ده يعني إنما فيه لعيبة كانوا كويسين مروان طبعا مانوزماتش كان كويس من لعيبة الكويسة مصطفى محمد طبعا من الناس الكويسة رامي ربيعة كمان أنا شايفه مبارح برضو كان كويس وبالتحديد الكور اللونج باس وبيفتح يعني حلول كبيرة من تحت عملها للمتخب وضافة كبيرة رامي للمتخب الوحيد كابتل طبعا كان مفروض من زمال يكون ليه وجود بشكل جيد الحاجة الوحيدة بس اللي أنا خدتها عليهم إن إحنا كنا بندفع من تحت قوي وما فيش ضغط شوى على رصة الملعب أولايل شوية فبالتالي إدنا فرصة للفرقة التانية للاستحواز طبعا الاستحواز مش هو الفيصل في الموضوع بس ده بيدي برضو ثقة للفرقة اللي قدامك وبتنقل وكامو تفتكر ده وليد صدفة ولا كان تعليمات يا كابتل أعتقد تعليمات أعتقد تعليمات لأن حسين برضو زي ما أقولك هو عينه على المكسب خايف افتح الملعب طبعا عينه على المكسب في المبرازة دي في بداية مشواره أو المبرازة مع طبعا الجمهور المصر وكذا بس الحتة الدفاع المتأخر ده شوية اللي هو قدام الثمنتاشر ممكن يسبب كمان أخطاء يعني هما لو كان عندهم أنياب هجومية شوية وفي تصرف على الثمنتاشر من المهاجمين كان ممكن يعني يوصلوا لحاجة وكانت تبقى مشكلة لأن الفرقة دي لو كانت أحرزت هدف كانت تعبيتنا قوي فهي دي بس الحتة الوحيدة اللي أنا خدتها كمان لما بتدافع دفاع متأخر شوية هاني بتبقى عشان الحتة الهجومية فبقى فيه نقص عددي في الهجوم عشان تطلع بقى بالفرقة كلها الأدام بتاخد وقت شوية فكنا بنعمل الحياة لونج بازدل في الحتة الفاضية عشان تقدر تخلق بس حاجة لما لما بتطلع من الديفنس نص الملعب بتبني هجمات تقدر تعمل بعض الاستحواز الاستحواز ده هو اللي بيخلق الفرص نتيجة للتحركات يعني أفهم نكلم حدك أن الترانزيشن لما كنا من الدفاع للهجوم كان متأخر شوية نتيجة الدفاع الصائح كان متأخر وبالتالي عندك فجوة ما بين الديفنس ونص الملعب والفراودة فبيقدر فيه مزحات يعني الفرقة التانية تستحوز وهو ده اللي كان بيحصل وهما الحقيقة فرقة طبعا مش مستوى أول بس بيلعبوا كرة حديثة بيلعبوا كرة سريعة بيلعبوا من لمسة واحدة يعني هي تجربة الحقيقة كويسة طبعا مش هنحكم برضو زي ما احنا قلنا على الفريق من الأول مباراة دي لها ظروفها ولها معطياتها نبتدي يعني نحكم على حسام كما مش من المباراة اللي جاء طب من من اللعبها كثير من من اللعبها في مشاركتهم برح فجأك يعني حسيت أنه هو آه لا يعني لا فاجئني في الأداء خاصة في الوجوه اللي خدت جديد يعني مش الأدام مع المنتخب أنا مبسطت من الناس اللي كانت غايبة القديمة اللي غابت عن المنتخب ورجع تاني زي أفشا مبسطت أنه هو رجع تاني وواضح أنه هو له تأثيره وبصمته في الملعب نتيجة يعني بيلعب بلاي ميكر وكان أي فرقة في الدنيا غير منتخب مصر أو منتخب مصر محتاج دايما لصنع لعب طبعا عمر ما فرقة تلعب أوتوماتيك 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 من غير عقل مفكر يلعب لك واحدة أنا مقتنع بكلامك لأن كمان الأدوار ممكن تختلف لكن مهم جدا يكون عندك حاجة شبه أفشا يعني رجل بالزبط مش هنقول عشرة أوي لأنه هو لعب أربعة ثلاثة ثلاثة لكن في وقت معين كم يعد يدور دك يعني يقدر يعمل كنترول على الكرة يوصل باس كويس يعني الاحتفاظ بالكرة كمان بشكل جيد أفشا عمله كويس إزاي في وسط الزحمة في وسط الدربكة لازم عندي واحد يوقف على الكرة نظبوط يبتدي يتحكم في الرتم لو الرتم سريع مثلا أو قدامك وانت مش قادر تجاري لازم مين غير أفشا كمان يا كابتان عجب حضرتك مشاركته يعني زي ما أقول حضرتك مش الوشوش اللي احنا دايما أو اللعيبة النجوم يعني اللي موجودين بصفة دايما لا شاركهم برحة زي أفشا كده مثلا مين تاني أنا عجبني طبعا مروان عمل مباراة كويسة عنده بقى الحتة اللي هي نقصة اللي هي التصويب من الخارج ده لازم المركز بتاعه ده يكون دايما بيصاوب من الخارج لأن انت مش في كل كرة هتوصل هو شرط واحدة وقالت في العرض ممتازة ومبرة ومبعيدة عنده الجرأة دي لازم بقى يزبطها هو كان بيشوف بس ما كانش إمام عنده جرأة دي انت عارف كابتن برضو كابتن عيسم أنا كنت يمكن شوية من الحاجات اللي كنت عايزة أشوفها وما شفتاش إن أنا كنت عايزة أشوف مثلا مصطفى فاتح بدر شوية كمان بالضبط الناس اللي نزلت الشامي برضو خاد ثلاث دقائق يعني العناصر دي كانت ممكن تاخد مثلا تلت ساعة خمسة وعشرين دقيقة في الشوت الثاني لكن أنا متفاهم دا اللي جاء كان خايف أيوا بالضبط كانت لها تفسير أنا قلت كلمة لو لا أعيزة أكس سمام آه هي الجزء ده كان بس يعني نشوف برضو العناصر دي هاني مدرب فني كبير ومسك المنتخب وكده المدير الفني لما بيلاقي الفرقة ماشية بيبقى خيل في تغير وخصوصا زي ما قلنا أن الماطش ده مش مقياس لأنه بداية والنتيجة كانت مهمة بالنسبة للحسام قوي فهو عايز يحتفظ بالقصة أعتقد أنه فيه المباراة اللي بعد كده هتشوف عناصر كثير بالنسبة للمباراة اللي بعد كده احنا يوم التلات عندنا مباراة يمكن تونس وكرواتيا كان نشغلوا لسه أنا السبتم صفر صفر لسه برضو قولونا صفر صفر ولو صفر صفر استمرها هلعبوا ضربات جزاء المباراة تانية هكون مباراة أكيد مختلفة سواء كان المنتخب التونسي أو منتخب الكرواتي هل حضرك شايف حسام هيشتغل تاكتكيا بشكل بشكل أكتر صرامة في الدفاع هيعتمد على الكاونتر أتاك هل هيكون فيه تغيير في التشكيل هيبدأ يدي بعض اللاعبين يكون فيه جراءة شوية ولا أنت شايف المباراة النهائية هتبقى ماشي هتختلف بين المنافس لو كرواتيا أو تونس لو تونس حسام هيلعب ضاغط وهيلعب من أول مباراة ضغط على فريد تونس لو مع كرواتيا لازم يبقى فيه حرص ولازم يبقى فيه خطوط قريبة ولازم يبقى فيه زون ديفنس شوية تريد تربع ملعب الأولاني بره بين كرواتيا و تونس تقريباً كرواتيا بتلعب 18 بتاع تونس تونس العشرة راجعين على 18 يعني ومع ذلك استحواز نسبة كبيرة جداً لكرواتيا كرواتيا طلعهم راكده كرواتيا بتلت العالم النصحة اللي فاشت في العالم فانت لو ما عملتش بلوك دفاعي قدامهم هم لأ عندهم مدريتش وعندهم كذا واحد بيلعبوا البصل اللي من الأطراف لا هيبقى خطر جداً جداً فلازم هيأمن أول إنما لو تونس لا أنا عارف أن حسام طبعاً ديربي بين مصر و تونس هيهاجم وحيضغط عليهم من البداية وهيبقى برضو فيه تأمين ممكن إلعى برضو بإتنين تجربة مع تونس كانت قريب برضو فهنا بتريباً في السلطة القارئة يعني مش مقياس لأن هي كان مباراة كده يعني نفسرنا فيها دي طبعاً كانت مشكلة بس زي بقولك ماتش المبارح هيدي دفع الحسام المكسب بيقوي شوي وخصوصاً بقولك لو المنافس متغير يعني كرواتي غير تونس لعب كرواتي حاجة و تونس حاجة وكده والنهاردة في الملعب بيتابع الماتش و بيشوفه و بيشوفه مفاتيح اللعب أكيد وأعتقد أنه هو برضو مش هلعب في التشكيل قوي يعني أنت شايفي أنه نفس التشكيل هيبدأ ولا ممكن يغير بعض الأبراد يعني في حدود ديئة قوي لأنه برضو هادي مثلاً محمد شكري على حساب محمد حمدي مثلاً كلمك الشمال ممكن 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 يكون حجازي على حساب رامي أو عب منعم بسؤولة كالحاجة اللعبة الأهلي كمان بس مع تاريخ حسام حسن نحن شخناه في الدور كتير يعني هو بيحب تسبيت التشكيل يعني سبت تشكيل هو بيحب كتير بس الأندية مختلفة شوية عن المنتجة هل هيغير ده؟ و أنا هقولك حاجة هو برضو أنا في رأيه مش هيغير أو لي لأن هي مباراةين وسايب موضوع أن يشوف اللعبة أكتر فيما بعد فيما بعد البطولة دي لما يلعب بقى مباراة ودية و يكون حرر بالضغوط بتاعت البدايات إنما هو برضو حسام يهمه أوي أنه هو يكسب وياخد بطولة أول بطولة داخلها بعد فترة ليلة في فرقة كبيرة كمشانك و الفرقة الحقيقة يعني قدت يعني هنقول مباراة جاية ده وبذات في الشوط التاني فأعتقد أنه ممكن يثبت ممكن يبقى التغيرات في حدود ديئة قوي أنا ضرائي يعني عشان برضو يدي نوع من أنوع الانسجام زي ما هو بدأ وحط برضو خطوط معانا بيلعبه مع بعض هو برضو هيكمل في الحتة دي طب كابتن أهل يا أستاذ الحديد هنطلع على الفاصل نحن طبعا عايزين نروح بقى الأهل ومبراطه القادمة نطلع من المتخب نروح لنادي الأهل بس هنطلع على الفاصل أعزائي المشاهدين هنطلع على الفاصل سالي نجعل نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير كابتن محمد حشيش ولكن بعد الفاصل لسه مع حضراتكم مع كابتن الكبير كابتن محمد حشيش ونروح لنادي الأهل نادي الأهل إذا مع حضرتك عارف كان في أجازة ولسه النهاردة بدئينت التدريبات أكيد إصابة الممعشور هتكون أكيد مؤثرة بشكل أو بآخر رؤيتك لمباراة كبيرة خاصة لمباراة سيمبا تعرف الكرة في تنزانيا فيها تطور كبير جدا على مستوى سيمبا على مستوى يانج أفريكن شايف المباراة صعبتها هتكون فين يا كابتن يعني وانت شايف كلنا شايفين المباراة مش سهلة مباراة صعبة لنادي الأهل قادر آه لكن هتكون مباراة صعبة هو طبعا مباراة صعبة فرقة سيمبا فرقة بتطور بشكل كبير أو خلال الفترة الأخيرة ولها تجارب سخيفة معنا خلال الفترة اللي فاتت عندهم ظهير جماهير كبير جدا جدا يعني متعصبين جدا للكورة وفرقتهم وكده وحسين ان طبعا يعني صعودهم للدور اللي بعده هو من خلال مباراة بتاعتهم هنا لانا ما ادمنش طبعا مباراة القاهرة ازاي ممكن تحصل ازاي فمن هنا هي الصعوبة في الجهة المقابلة طبعا النادي الأهلي بيعمل استعداده كامل لكل الفرق اللي بيلاعيبها لانه عارف انه هو طالما طرف مباراة الناس التانية بتبقى مولع نار دي النوك قاود بقى خلاص دي بيلعب البطل او المرشح الاول للبطولة بالزبط فبيبقى عارف انه هو الطريق له البطولة هو من خلال مقابلته مع النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا يعني الفترة الأخيرة احنا الحمد لله قلنا ان فيه اكتر من لعيب جاهز ودي ميزة كولر ان هو ميجهز اكتر من لعيبه رجلهم في الملعب عامل قاعدة كبيرة جدا من اللعيبة تقدرش تقول مين يلعبه ومين ما يلعبش وكده طبعا فيه لعيبة بتعمل فارق زي امام عشور ده طبعا خسارة كبيرة طبعا للنادي الأهلي لانه هو من اللعيبة الأولي اللي بتعمل الدفاعية والهجومية بشكل كبير جدا عنده ميزة كبيرة انه هو بيبقى حاطة في الماء وكرة بيجيله انه واحد على واحد بيرقص وبيعدي وبيخلق مساحات مش اللعب التقليدي من اللي جنابه يباصي وهو واقف وكده وهو كمان كافي فورمة كويس بالضبط كده وهداف وبروح على الجون وبيصوب من بعيد وبيلعب في أوقات كتير جدا بليميكر فهو الحقيقة يعني لعيب ما شاء الله متكامل طب ممكن ازاي مستر كولر يعود غياب امام عشور هل يغير طريقة اللعبة ولا ممكن يبقى فيه بديل هو ما بيغيرش الحقيقة طريقة لعب هو طريقة لعبه يعني سابتة وبيلعب دايما من تحته وبينقله واستحواز وكده فيعني اعتقد ان فيه اللعيبة ممكن تقدي الدور ده طب فيه طبعا لعيبة سابتة بس هو القلق بقى من اللعيبة المتواجدة مع المنتخب دلوقتي لأن الحقيقة موجود مبارح كبير المضارات التانية برضو هتبقى فيها لعيبة كثير من مبارح خمس لعيبة من نادي الأهل اللي موجودين في الملعب وممكن المباراة اللي جاية برضو يبقى نفس العدد لبقى المباراة التلاتة وانت سافر يمكن التلات بالليل الليل أو ربع الصبح فانت تروح صفر وبعيد وعندك مباراة في أجواء مختلفة خالص خالص لعيبة بقى فاصلة بتيجي تفصل بقى من منتخب وبطولة تطلع على حتة تانية خالص في بطولة تانية طبعا هل يا كابتن يعني ممكن نشوف برضو ما عرفش أنا يعني الحسام ممكن يحط دفع تبراته في المباراة قادمة ولا عهدي بحسام لا بشي حط المنتخب والمنتخب هو نمرة واحد وبالنسبة له نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة واللي شايف انه هو هيكسبه او حيفيده حيلعبه بغض النظر انه هو يبص على اي حاجة تانية احنا بنقول بس الاهم من كده ان لما الناس تلعب ما يبقاش فيه اصابات تانية لان هي دي الجهاد هنتعمل معه الجهاد هنتعمل معه واحنا يعني كافلين بقى ان احنا نحاول نعمل استشفى ولو انه ده هيبقى طبعا صعب لان الوقت تدايق جدا وتنزانيا دي مش السودان مشوار ساعة وربعة اللي حاجة دي مشوار كبير جدا جدا وطقس تاني خالص غير تلطب عالية المصرية بس هنقول النادي الاهلي بخبراته بالمباراة بالظروف دي يعني لعب فيها اكتر من مرة طب كابتر من الوقت نظر حدك مستر كولر هيبقى عايز ايم الموتش يعني حدك تقمس كده جهاز الفني تمام انت راح مباراة زي دي وعندك الزروف دي ما لازم تحط تارجت في المقام الاول مدخلش فيك هدف صح في المقام الاول صح كده تطلع بقى كذبان تطلع متعادل مدخلش فيك هدف الله ينرعي وده الاهم فهيبقى فيه تأمين دفاعي كويس قوي قوي ويعتمد بقى على نص الملعب والسرعات على الاجناب لو ربنا اترمنا بهدف حيفرق معنا او في المباراة التانية لما الهدف الاساسي مدخلش فيك هدف اطلع بقى تعادل وطلع كذبان يعني انت لو روحت لعبة المباراة دي وطلعت مثلا صفر صفر حد هيقولك انت عملت لا بالعكس في ظل الظروف دي كلها لا يعني انجاز طبعا طب اختيار سنبا للمباراة جمعة ده سنة كويس قوي اه طبعا مليون في المية عارفين ان في بطولة تتعمل تعرفوا حتى ان البطولة تنقل او خل بالك كمان والاتحاد الافروك تدخل كم كانوا عايزين يعملوا المباراة دهر اه حد الافروك قالك لا اي مباراة في رمضان ترحل بالله لانه كان من الوارد جدا او هم طبيعي جدا ده هو بلوم في الماكس يعني انه ملوكت يعني النهاردة هو درسك كويس اه طبعا اصلا هم خلي بالك كمان الفكرة ان سنبا فيه تطور في الاداء بالضبط عنده مدير فني دلوقتي رائع عنده لعيبة مميزة جدا مميزة عمر عمر سنياز تأهلهم من المجموعة كابتن هاني المصنفة القوية وتاريخها مع النادي الاهلي كمان تاريخ ما فيهوش يعني متعدل لحد النار طب بالنسبة لفرقة التانية يعني خلينا اتكلم بقى في القرع نفسها هل ده من وجهت نظر حدك كابتن وكابتن هاني برضو موجود كان احسن يا اختيار لينا ولا كان ممكن فرقة تانية لا من وجهت نظرك بقى كأهلهم ستنا عندنا مازينبي وعندنا الترجل وعندنا الترجل فالاتنين برضو ووجهت نظر حدك بطولات يعني وجمارية كبيرة فانت ما بتلاعب برضو مهما كان آه سنبا متفوق وكده الفترة الاخيرة بس تاريخ لأ طبعا اقل شوية منهم يعني مازينبي مازينبي عند يعني المباراة تبقى صعبة جدا صعبة قوي هناك قوي هناك على ملعبهم يعني ملعب الرعب اللي هما بيسموه يعني ده يعني الحمد اللي برضو القرع نوعا ما كانت يعني رب الحمد اللي لطيفة بينا سويا هو بينا ككابتن هو الموضوع الموضوع ايا كان انت الترجي بتاعك انك ان شاء الله تاخد البطولة فترجي مازينبي انت زي ما نقول البطل كمال احوال مطالب انك تكسب البطل بلعب احد صحيح افراشت المرمى يا كابتن النهاردة يعني مصطفى شوبير برضو خبراته خلينا نقول يعني هو طبعا يكسر الدنيا الله أكبر عليه وماشي بشكل كويس هل الحماسه ورغبته والولنج الكبير بتاعه ان يلعب ممكن يعود اي خبرات محتاجها هو لسه في فترة دي وخلي بالك هو برضو يعني لعب في ظروف صعبة 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 يعني تحط في ظروف صعبة وكذا تحط في ظروف صعبة دي اصعب ظروف ممكن ناشئ اقابلها فهو الحتة دي خلاص المفروض ان هو عدة عدة منها كذلك هو برضو خلي بالك كان بيتمرن وموجود مع حرس افريقيا الاول خبرات حتى بالمشاهدة الله ينور عليك كبت وبالكلام وبالقصة طبعا هو كمان على مستوى هو على مستوى الشخصية كشخصية شخصية متزنة يعني ما بيخافش من مباريات صاحب شخصية عنده شخصية عنده شخصية يعني خلي بالك فيه جوان كتير قوي واسماء كبيرة ممكن جدا في مباريات كبيرة ممكن يتهزش شوية بزبط او يبقى الآن شوية انا بتكلم وانا عارف اسماء كبيرة بتحصلها الجزئية دي مصطفى المميز فيه انه كان بيغيب فترات طويلة واللي يجي يبدأ مباراة ومباراة صعبة مباراة هائية بره ارض بيكون عنده سبات انفعال كويس وبالتالي بتأثر اجابيا على العادية ده غير بقى كمان الضغط اللي عليه من اول ملايب كرة قد دلوقتي بتاع والده ده ضغط ده ماشي معاه على طول طبعا فده في حد ذاته ده حمل كبير عليه هو عدد طبعا دي وبعدين حرس المرمى بيختلف عن اللعيبة هاني وانت عارف طبعا اذا ما كانتش فعلا شخصية وعنده سبات فعالي هو ده اساس حرس المرمى لانه بيشيل حمل الفرقة كلها لانه اخر خط في الدفاع طبعا بعدين ما فيش تاني طبعا فده في حد ذاتها يعني يعني بتحط ضغط فمزا ما كانتش واحد على قد المسئولية وعنده سبات فعالي وعنده شخصية والشخصية القيادية والحقيقة دي في مصطفى من زمان يعني طبعا مع عشرينه ومن هو صغير وفي الأجبال هو عنده الحتة قائد في التمرين وفي قط اللبس وهو عنده الحتة دي كويسة دي اللي مزودة اذا بقول لك خلته يعدي او يمر من التحديات اللي هو كان موجود فيها صحيح صحيح كابتن محمد يمكن الوقت يمر بسرعة كابتن هاني ده أنا قاعد مستبدع جدا جدا يعني بمعايا طبعا اتنين نجوم يعني يعني طبعا كابتن محمد حجيش بشكرك نورتنا وشرفتنا نورتنا طبعا كابتن يا كابتن ونتعلم منك كل سنة وانت طيب ودايما بتشرفنا بيتك في القناة شكرا جدا كل سنة طيبين أعزائي المشاهدين يعني دي كانت حلقتنا النهاردة والحقيقة استمتعت جدا في حضور طبعا كبات كبار الحقيقة يعني بنتعلم منهم ونستمتع دي هم بيحللوا طبعا من كل الوجوه الفنية والإدارية وكل شيء بذكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة والأهلي في رمضان